بصعوبة تمكن هؤلاء الرجال من السيطرة على الطفل محمد هاني وتثبيت جسده على سرير الشفاء في مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة فبعد استنشاقه لكميات كبيرة من الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال الصيوني خلال مشاركته في مسيرات العودة دخل محمد في حالات غيبوبة متقطعة مع حالة تشنج مستمرة كان على أطر استنشاق غاز طبعا على السلكي الشرقي عملنا لازم بالنسبة لأمراض التشنج ولكن إذا فيه هناك سبب لازم علاج السبب قبل كل شيء فممكن سبب يكون سموم ممكن يكون فيه ضرب دماغية ممكن يكون فيه أورام دماغية هذا على تنهيب تعمل على التشنجات الواضح أنه فيه تسمم يؤثر على العصاب وعصاب الدماغ في الدرجة الأولى يعني احنا بالنسبة أنه يعني بنتعمل معاك أي تشنج لأنه هذه إمكانياتنا يقول الأطباء بأن جميع حالات التسمم بالغاز التي تصل لمستشفيات القطاع يتم علاجه على الفور لكن حالة محمد شكلت صدمة كبيرة لتواقم وزارة الصحة والصليب الأحمر لعدم استجابته للعلاج منذ ثلاثين يوما على إصابته فبسبب نقص الإمكانيات الطبية لا يستطيع الأطباء إيجاد حل لمحمد وإيقاف معاناته ما دفع والده لإطلاق مناشدات لجلالة الملك عبدالله الثاني لإخراج ابنه من القطاع المحاصر وتأمين العلاج اللازم له في الأردن بناشد الملك عبدالله جلالة الملك عبدالله بن الحسين أنه يقف معنا أنه يتبنى حالة ابني أنه يساعدنا بالخروج أنه يقف معنا ويلحق ابني يعني ابني كل لحظة بموت كل دقيقة بموت ابني يعني إيش حكيت تشنجات هذا أنا مش عارف الغاز هذا غاز سام محرم دوليا الشبع جسم ابني يعني ما زال يعاني كل لحظة كل دقيقة ابني بشنج كل نص ساعة كل ساعة ما لها توقيت معين يعني أنا أبو ما بهون عليه شك الدبوس لابني أنا بتمنى يعني لو ابني أكل طلق متفجر وبترت رجل وسبقته عجلنا ولا وبعد ست شهور بتعالجه وطيب لكن هيك ابني كل لحظة بموت مني لحظات عصيبة يعاني منها والد الطفل المصاب محمد هاني ابن الخمسة عشر ربيعا حيث يجلس بجانبه من أجل تثبيته عند حدوث نوبات التشنج وقد بدى عليه الحزن وهو يرمق ابنه بعيون تملأها الحسرة بعد أن تقطعت به السبل ترجمة نانسي قنقر